السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات في المعدة بالذات زي ما تعودنا والله الحمد والمنا منذ سنوات يتكرر لقاءنا مع حضراتكم لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد إن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل اسم اس أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك حيث نجيب على معظم الرسائل فورة ورودها إلينا في الحلقات السابقة وعلى مدى شهور استعرضنا مع حضراتكم الحالات للإصابة بفيروس كورونا المستجد والحدوث مرض كوفيد-19 وقلنا إن إن شاء الله حييجي وقت والحالات تقل وقسوتها وشدتها تقل لأن هذه طبيعة الأوبئة لكن لكل وباء درجة وانتشار وحدة وقمة وهرم ومنحنة ثم انحصار ثم عودة مرة أخرى وتظل الأوبئة على هذا الحال لحين وجود لقاح يتم إعطاءه للبشر فتقل انتشار العدوى بهذا الوباء ويمكن تحجيمه والتعامل معه بصورة أفضل أو اكتشاف علاج وده من الحاجات اللي صعبة شوية في الأمراض الفيروسية خاصة بالنسبة لفيروس يصيب كل مكان في الجسم تقريبا ويحدث كل شيء وعكسه وتتفاوت أعراض الإصابة من فرض للأخر لكن يظل هذا المرض مرض تنفسي فهو ينتشر بالرزاز وينتقل في التجمعات وينتقل في الأماكن سيئة التهوية وهو نار تسري في هشيم ووقود هذه النار هو تجمع البشر واقتربهم من بعضهم والرزاز وبالتالي قلنا أن التباعد هو كلمة السر في محاولة تحجيم عدد حالات الإصابة وقصوة الإصابة عن طريق تقليل الفيرل لود وكمان تقليل حدوث المضاعفات إلى جانب الإنكار المصري الشديد اللي بيخلي الناس تتأخر في بداية العلاج وبالتالي تزداد قصوة بعض الحالات وقد تصل إلى مضاعفات وقد ينتج عنها وفاة وأكدنا على أن الالتزام بالتباعد هو كلمة السر في السيطرة على ده وبعد انحصار واضح للحالات كان في نهاية الشهر الماضي أو في نهاية شهر قبل الماضي وبداية الشهر الماضي ابتدى في الأسبوعين الأخيرين عدد الحالات تزيد نتيجة لإصرار الناس على الخروج وعلى التقارب وعلى الزهاب إلى المصايف وكأنه فيروس انتهى ويحب ورحت وللأسف الشديد أنه بشهادة منظمات الصحة في العالم ومنظمة الصحة العالمية المرض لا زال مستمر وينتشر قصوة الحالات الحقيقة قلت وتغيرت والمضاعفات قلت لكن بعد ما كنا بنقول أن الأطفال محميين ولا يصيبهم ابتدى حالات كتير تسجل في الأطفال بعد ما كنا بنقول أن الأعراض التنفسية هي الأعراض الأكثر ظهورا بقت الأعراض المعيدية وهي الأكثر ظهورا وحالات القيء والإسهال والمغص الشديد التي تصاحب معظم حالات الإصابة الجديدة صحيح حدة المرض قلت الوفيات تقل المضاعفات تقل نرجو أن نصل إلى صفر وفيات أو صفر حالات خطيرة قريبا لكن أن نصل إلى صفر من الحالات هذا ليس متوقع على الأقل في القريب العاجل خاصة كمان أن الناس اللي بيجي لهم إصابة وجد أنهم محميين بأجسام مضادة لعدة أسابيع أو شهور ثم تنقشع هذه الأجسام المضادة ويبقوا عرضة للإصابة مرة أخرى وده كلام كان عندنا ظن فيه إلى أن وثقته المجلات العلمية والأبحاث في الأيام الأخيرة أن هناك شخص موسق إصابته ووسق إصابته مرة أخرى بعد حوالي شهرين شهرين ونص وبالتالي أخذ الحيطة والحزر هو الأهم وكنا نعول على أن ارتفاع درجة الحرارة وفصل الصيف سيؤثر بالسلب في انتشار المرض ولم يحدث ولكننا اللي كانوا بيعولوا على أن درجة الحرارة العالية ستقلل من انتشار الفيروس كلهم بيؤكدوا أن انخفاض درجة الحرارة والمتوقع في الأسابيع القادمة وفترة الخريف والشتاء القادم يقينا ستزيد من انتشار هذا المرض نتيجة الانتشار حالات البرد والكحة والعطس والرزاز وانتشاره في ظل أن الناس زهقت من التباعد وزهقت من تحجيم حركتها وأنشطتها وفي ظل انفلات للناس وفي ظل خروج للأطفال والأطفال زي ما قلنا نادر ما يصابوا بالعدوى ما عدا في الأيام الأخيرة بقوا يصابوا وأنهم مصدر لنشر ده حتى لأنهم لا يظهر عليهم الأعراض لكنهم نشطين جدا منتشرين جدا فممكن ينشر العدوى خلال عائلة أو أكتر وده الخطورة الحقيقية ويظل الرهان على عودة المدارس والدراسة في العام الدراسي القادم هو رهان صعب هل ده سنسمح بيه سنسمح باختلاط الأطفال سنسمح بانطلاق الأطفال سنسمح بعدد الإصابات اللي ممكن يزيد مع ده ولا لأ والتالي بقت فيه مسئولية مجتمعية أمام كل فرض على أنه يلتزم وأن التزامه بإذن الله سيغير من مصار الفيروس الذي لا نملك له علاجا حتى هذه اللحظة ونتمنى أن يكون هناك لقاح في القريب العاجل ولا نملك أي وسيلة من وسائل الوقاية سوى أننا نؤكد على ما أكدنا عليه من قبل ونؤكد عليه مرة أخرى لو الصور معنا جاهزة ناخد أول صورة وبعدين نبتدي نستقبل الاتصالات لو الصور جاهزة نشوف أول صورة كده الصورة بتقول أن حضراتكم الطريقة الوحيدة لتجنب الإصابة بهذا المرض وهو مرض تنفسي هو تجنب الأماكن المزدحمة الابتعاد عن الأماكن سيئة التهوية تقليل لاختلاط قدر الإمكان كل ما يبقى موضوع مشوار حدث مش مهم قوي وتتجنب الخروج يبقى الأفضل اتنين الأماكن سيئة التهوية الأماكن المغلقة زي ما بنشوف البنوك والموظفين اللي فيها الله يكون فعونهم المحاكم المولات كل دي مناطق سيئة التهوية ومغلقة وبالتالي هنا في صعوبة في السيطرة على الناس وفرصة أعلى لانتشار الفيروس الأماكن اللي فيها تجمعات حتى هذه اللحظة التجمعات الرياضية والاستادات الرياضية والحفلات العامة غير مسموح بيها لأن التقارب الشديد بين البشر في هذه المناطق يؤثر بالسلم زي ما حضراتكم شايفين الحاجة اللي بتجمع التلات عوامل دول اللي هم عدد ناس كتير اتنين مكان مغلق تلاتة سيئة التهوية هي مشاكل الخطر الواضح لهذا المرض افويد زاسري سيز اللي هم أماكن المغلقة وسيئة التهوية وعدد الناس الكتير إذا اجتمع مكان إذا كان فيه ده في أي مكان ده بيزيد الإصابة بالفيروس إذا اجتمعت التلات عوامل ده نسبة الإصابة تبقى أعلى يعني إحنا لو اتخيلنا عدد ناس كتير في استاد رياضي دي مشكلة لأن عدد الناس كتير لو الاستاد الرياضي ده تحول إلى صالة مغلقة مع عدد الناس الكتير بقى فيه هنا عاملين إذا كانت الصالة المغلقة دي التهوية بتاعتها كمان ما هياش مثالية بقوا دول تلات عوامل يجتمعوا ليزيدوا من نسب الإصابة بهذا الفيروس هم دي الحاجة اللي احنا يجب أن نؤكد عليها أن نتجنب التجمعات وتجنب الأماكن سيئة التهوية وتجنب الأماكن المغلقة وتجنب التقارب شيء مهم جدا علينا أن نأخذ بالأسباب وفي النهاية نرجو من الله وندعو الله أن ما يحصلش المرض أو إذا حصل تكون فيه درجاته البسيطة ونفره من قدر الله إلى قدر الله يقينا هل معنا أي اتصال تفضله تفضله يا شيما أنا يا دكتور عادي العامل حاني مجهري من أجنة مجمدة كنت عاملها أول مرة وفشل وعملت الأول اختبار يا دكتور طرع سبعمية واحد وعشرية وعدت بعد تمانية واربعين ساعة طرع تلات تلاف خمسومية تسعة وعشرية كويس أوب كان زرعي أربعة جنة سبعدها بعشر تيام يا دكتور كده نزل علي دم وروحت عملت صنار قال لي كده في كسين حمل بس الدم اللي نزل ده عادي مش بيه أفضل فيه كسين حمل ثانية واحدة فيه كسين حمل ولا كيس قال لي كسين أيو قال لي كسين منهم جنينين في كيس واحد سانية يعني حضرتك عندك كسين بثلاث أجنة أه كيس لوحده فيه جنين لوحده وكيس فيه جنينين أيو ووقفني يا دكتور بقى لبتاعت السيولة عشان الدم اللي بيهتر في جسمك وبقالي كده يزبع ما بخداش فالإبرة دي خطر إن أنا وقفتها ولا بس بيديني المثبت وزود اللي بو طيب أولا مش خطر ومعظم الحالات اللي بتعمل حقن المجهري بتؤشر محتاجة لأدوية السيولة لكن من عادة ده كترة الحقن المجهري إنهم بيكتبوا الكلام ده نمرة اتنين حضريك بتقولي الدم ده يؤثر ولا لا أنا لا أحكم في هذا اللي يحكم هو اللي بيعمل لحضريك السونار ويشوف كيس الحمل وتطوره بخدو يا دكتور عادل الدم وإيه؟ أي يا فندم أنت حضريك بتسأليني الدم ده اللي نزل ده يأثر فأنا بجاوبه بقول إن الحكم مش ليا الحكم اللي عمل السونار وشاف ثلاثة أنا أقدر أفيد حضريك بإيه؟ بإن الدم ده إزاي نتعامل معاه واحد الراحة الراحة التامة البدنية والنفسية والعقلية والجسدية ومن العلاقة الزوجية هذه دول يجب لابتعاد عن أي مجهود بدني زائد وأي علاقة زوجية وأي حتى استرس وضغوط نمرة اتنين إيقاف أدوية السيولة زي ما هم كتبوا لحضريك نمرة ثلاثة إن أخد المثبتات من قبل هذا كله الدعاء لله أن يستمر الحمل على خير إن شاء الله يا رب يستمر طيب طبعا وجود جنينين في كيس حمل واحد لو الكلام اللي حضريك بتقوليه حقيقي مشكلة لإن إحنا التوائم عدة أنواع من أخطر أنواع التوائم إن يكون في جنينين في كيس واحد نرجو من الله إن يكون ده تقييم مش حقيقي وإن يكون في خطأ في التقييم وإن يكون الجنين دول في كيسين مختلفين لكن هنا بقى تيجي ضيلمة حضرتك دخلت فيها لإنهم نقلوا أربع أجنة وده ما عادش اللي إحنا بننقله ولإن عشان ليه ما بنقلش عدد كبير علشان نسبة الإمبلانتيشن الإنغماد بقت أعلى بقى الوقت حضرتك ثابتة عندك تلات أجنة تلات أجنة دول هنحتاج نعمل تخفيض للأجنة دي طب نخفض واحد ونسيب اتنين لا لو في اتنين في كيس واحد حنخفض الاتنين اللي في كيس واحد لإن مشاكلهم أعلى ونطرك لحضرتك جنين واحد وبالتالي كان الأولى إن الأربع أجنة يتنقل اتنين ويتجمد اتنين أو يكانوا اللي بقوا متجمدين يعني أربعة هم طمعوا نقلوهم الأربعة فابتدنا هنا نقابل مشاكل نرجو من الله إنها تمر على خير معانا اتصلت لفوني آخر تفضلي وعليكم السلام حضرتك أنا عثمان المكسر حضرتك يا دكتور كنت اتصلت قبل كده بيك وكنت عامل عملية منظر باطني ورحمي بس أنا متزوجة لي ست سنين ومحصلش حمل خاص أيوة في مساكل مع الزوج وفي مساكل معي أنا عندي تكييفات وحاليا بالوقت دخلت على مرحلة عزة من حجم مجاري عشان أنا سني أربعة وتلاتين سنة والمخزون نعم والمخزون بتاع المبيض واحد واثنين وثمانين مليا تمام المخزون ده مش وحش بس هو المخزون ده بيدينا انطباع زائف إذا كنت حضرتك فعلا مريض التكايوس مبايد لأن التكايوس يخدع المخزون بيدي رقم عالي أعلى من الحقيقي لكن ما علينا يعني طبعا يجب التفكير في ده عشان ست سنين ما حصلش حمل خالص وفي مشاكل في الزوجين تفضلي حضرتك يا دكتور أنا دخلت على محلة حجم مجاري دلوقتي فهعمل عملية منظار راحمي جريب فأنا عندي راحم بتاعي جابل الأورام لأننا قبل كده كنت عاملة عملية منظار راحمي وباطني فكانوا فيه أورام اللي فيها شلوها فما حصلش حمل من ساعتها يعني من جيمة ثلاث سنين بالظبط أيوه فحضرتك دلوقتي أنا هامل منظار راحمي وعلى السلس اننا في كيس هيتشفت أثناء العملية وبعد كده همشي في اننا هاخد جراعات وتنشيده بتاعي كيس ايه؟ كيس ايه؟ نعم كيس ايه؟ نوعية الكيس ايه؟ هو في الإشعة ظهر كيس فوق الجدار الرحم فالدكتور جريب مش هيقفل بس ايه؟ مفيش حاجة في الطب اسمها كيس في الرحم أو فوق جدار الرحم الكلام اللي بيتقلكه في بلادكو ده كلام مش مظبوط الرحم عضو عضلي اللي يتخون فيه أكياس فالأكياس بتبقى على المبيض والكيس اللي على المبيض أنواع فيه كيس مية وفيه كيس دم وفيه كيس فيه أنسجة يجب عليه كيس نوعه ايه طيب حضرتك انا مش عاسفة طيب حضرتك لما تعرفي قليلي عشان اقول لحضرتك عملية الشفط دي تجدي ولا لا جدوى من ورقها وما قيل لحضرتك اذا كان الكلام اللي تقال كده كيس عالرحم مفيش حاجة اسمها كيس عالرحم واللي تقال لحضرتك ان الكيس ده ما يقصرش وارد بس الاكياس اللي ما بتقصرش بتروح لوحدها او بتروح بعلاج بسيط ولا تحتاج الى شفط ايوه ام الديني حضرتك دي وقت برشام اللي هو منع الحمد ماشي عليه بس طيب انا كنت عادة سألك يا دكتور هي العملية بتاعت المنظر الرحم بتتعامل بعد الدورة ولا بتتعامل من يوم الدورة انا هعملها من يوم الدورة يوم عشرين تمام هل هي صح كده معادها صح هو حضرتك رايحة الناس بتسلميهم نفسك عشان تعملي حقن مجهاري وبتشككي فيهم وتقولي هم بيعملوا صح ولا مش صح اولا المنظر الرحمي بتعمل في اي وقت ده واحد اتنين هم قالوا لحضرتك هنعمل المنظر الرحمي ده غالبا يوم عشرين عشان الدورة اللي بعدها على طول نبتدي تنشيط طبويض مظبوط؟ اه تمام ليه بقى؟ لان غالبا اللي عنده حضرتك ده ما لم يقولوه لكي واللي انا هقوله غالبا اللي عنده حضرتك ده كيس دموي من البطانة المهاجرة لان هذا مرض مرتبط بالاورام اللي فيه والكيس الدموي ده هم خايفين لما يدوا حضرتك تنشيط انه يكبر والكيس الدموي ده خايفين انه يشفطوا لحضرتك يوم واحد في الشهر فيستنوا الدورة اللي بعديها عشرين تلاتين يوم فيعبي الكيس مرة اخرى فعايزين يشفطوا مثلا يوم السبت والدورة بتاع حضرتك تنزل يوم السبت او الحد اللي بعده فيبتدوا تنشيط فما بقاش في وقت عشان الكيس يكبر علشان ما يقولوش لحضرتك روح يعملي منظر بطن شيل الكيس لسببين السبب الاولاني ان ده كترة الحقن المجهري ما بتحبش انها تودي الناس لده كترة المناظير السبب التاني ان العملية جايز تقلل المخزون شوية اذا كان المخزون عندك فيه مشاكل ولو انه هو ما فيش مشاكل الحاجة التانية هم عايزين يعملوا المنظار قبل نزول الدورة عشان يدخلوا بالمنظار الرحمي فيجرحوا يخدشوا يخربشوا بطنة الرحم لان هذا يقال انه يزيد من نسب التصاق الاجنة وانا بقول يقال ليه لانه كلام فعلا ثبت انه بيزيد فيه نسبة التصاق الاجنة بواحد في المية اتنين في المية اللي هو كلام عندنا في الطب يتقال عليه not statistically significant ليس زودلالة احصائية يعني ما هواش بيزود اي نسب للنجاح بنسبة كبيرة بحيث انك تبني عليه ان ده يبقى شيء حتمي يجرى ولكن لا ضرر منه على الاطلاق اما انه بيتعمل في اي وقت نعم بيتعمل في اي وقت اما الشيء المقلق والعجيب ان حضرتك رايحة لناس بعد ست سنين من زواج بتسلميهم حالتك ونفسك ومالك وتأتمنيهم على بغيضاتك دي هتبقى عندهم في بنك وتأتمنيهم على السائل منوي بتاع زوجك والمفروض انك تسقي فيهم لان هنبتدي بقى نقول هم هيحطوا لي بغيضاتي ولا بغيضات حد تاني ولا اجن وحضرتك مش واثقة حتى في انهم المعاد اللي هيعملوا فيه المنظر الرحمي يا طرى ده معاد مظبوط ولا لا فده الحقيقة اللي مثير للعجب ان انا بسلم نفسي لناس كده تمام وانا مش واثقة فيهم حتى في قرار انهم هيعملوا المنظر الرحمي وهيعملوا ليه وهيعملوا فيه ايه وهيعملوا توقيته ايه حضرتك لو سمحت اعرفي كيس الدم اللي عند حضرتك شوف انا قلت ايه كيس الدم اللي عند حضرتك نوعه ايه وحتقول لحضرتك هتقول ليه اه حضرتك عايز تشفطه اليوم العشرين عشان ما يلحقش يعبي قبل ما نبتدي ناخد تنشيط طبويد طيب هو جايز يعبي وجايز يأثر على كفاءة المبيض وعلى انتاجه من البوايضات طب انا عندي تكييسات ومعليها المخزون طب مش المفروض ااخد علاج لتكييس المبيض عشان اقلل لدرجة تكييس وحسن جودة البوايضات معنا اتصال تلفوني اخر سلام عليكم دكتور اهلا بحضرتك انا دهب حسن من عسيوف سني عشرين سنة كويس متزوزة ليه سنتين وثلاث شهور ايوة وما حصلش انجاب عندي وكان عندي تكييسات ثانية واحدة تقصدي ما حصلش انجاب بمعنى حصل حمل واجهاض ولا ما حصلش حمل من اساسه لا لا ما حصلش حمل من اساسه جميل يبقى اسمها ما حصلش حمل مش ما حصلش انجاب نمرة اتنين حضرتك ارتكبتي خطأ اخر قلتي كان عندي تكييسات وتكييس المبايد مرض لا يحكى عنه بالفعل الماضي لانه مرض مزمن لا يشفى فاللي عندها تكييس كان ولا زال وسيظل فيصاحبها مصاحبة اسمها ليها طوال حياتها اسمها انا عندي تكييس مبايد ده ما في دكتور انت تكييس مبايد بس انا في الفترة اللي انا كنت بتعالج فيها الدكتور جال لي بتعالجت من تكييسات طب يا فندم هذا خداع ما فيش تكييسات بتشفى ولا بتروح ولا بتنتهي تكييس المبايد مرض مزمن يلازم السيدة ملازمة اسمها ليها وهو بالضبط كمرض السكر لا يشفى ولكن قد ينضبط مع التزام بخطوات علاج حتى وهو منضبط هو اسمه موجود بس ما راحش اي حد يقول لحد التكييسات راحت خفت خلصت هذا وهم يصدر للسيدة تمام وما بتحمليش ليه بقى حضرتك السؤال اللي بتسألهوني مش كده ليه انا ما بحملش ايو ايو لان يا فندم لان حضرتك فهمة ان انا كان عندي تكييسات شوفي عشان كده اول ما انت لطقتي اللفظ وقفتوا ان عارف ان ما يبنى على باطل هو باطل كان عندي تكييسات وقالولي كان وخفت وراحت الله انا ما بحملش ليه لان الدكتور جال ليه كان كييس مية افندم كيس المية شيء والتكييسات شيء تمام وكيس المية ده عمره ما كان مانع للحمل وبعد كده بعدها في السحور جال لي اعملي منزار رحمي بطني برؤ نتطمن على الاتساق الاناديس فعملت المنزار فجال لي كان فيه انسداد في الانبوبة اليمين وسلك نعمة ثواني ثانية واحدة ثانية واحدة بس عشان اكشف له حضرتك كلام مش حضرتك عاملة اشعة بالسبغة قبل المنزار والاشعة كانت كويسة وهو نفسه لما شافها قالك الدنيا كويسة طيب امه الجيم نين انسداد الانبوبة نمرة اتنين حنفطارد انها مسدودة يلا وده مش مزبوط وهو الانبوبة الوحدة الشمال تمنع الحمل لو هي سلكة انا اقول لحضرتك بقى ان فيه ستات عاشت وماتت جبت سبع تمن عيال وهي ربنا كان نخليها بانبوبة واحدة فالانبوبة الوحدة مالها لا تمنع حمل وخدت نسبة منشطات الكيرة دكتور في الاول كان بدينا البرشام اللي امرتزول وبعد كده ادينا الحجر ومثلتهم الجناس طب وبيدوك نسبة منشطات كتيرة واختروا اللي اترزول بالاسم اللي هو الدول المتخصص في علاج تكايص المبايد وبعدين ما انفعش فعله الجرعة الى حؤن ثم اضافوا البرشام مع الحؤن كل ده عشان انت حضرتك طبويدك هايل وممتازة وكان عندي تكاييسات خفت وراحت والوقتي ما عمديش حاجة ايوه هو بيقولي كده دكتور ما هو ده كلام انا كشفت لحضرتك من اول لحظة طيب الادانة هو من اول لحظة كشفنا لحضرتك ان هذا الكلام مش مظبوط ما فيش حاجة اسمها ما فيش حاجة اسمها كان عندي تكاييسات تكاييس المبايد مرض مزمن اللي هو موجود لحد الوقتي فضاعف التبويض بس هو اتقال لحضرتك اولا طبعا لازم بيقى فيه فيديو المنزار ولو ما فيش فيديو المنزار كأنه لم يجرى وربع حالات تكاييس المبايد اثناء اجراء المنزار بنكتشف ان عندهم بطنة مهاجرة ولو فين سداد في انبوبة واحدة انبوبة واحدة تكفي ان يحصل حمل فالكلام اللي تقال لحضرتك كله كلام مش دقيق وبالتالي حضرك متعجبة الله انا ما حصرش حملة ليه لان حضرك بتبني على اعتبار ان انا طبيعية ما عنديش حاجة لا حضرتك مش طبيعية اللي طبيعية ما كانوش كتابولها علاج وما كانوش كتابولها منشطات وكل ما قولي ستة كانت قولي لا ده مش علاج ده منشطات واكن المنشطات تصرف من عند العطار مش دوى يصرف من الصيدلية فاصل وبعد الفاصل نستكمل مع حضرتكم قولى الحق والعلم ونواصل بوش كتاب عودنا اليكم بعد الفاصل ونستكمل مع حضرتكم الحديث حول الجديد المفيد الصحيح في علم امراض نساء والتوليد وخاصة في تأخر الحمل مفيش حاجة اسمها تكيس مبايض راح دخداع مفيش حاجة اسمها كان عندي تكيس دخداع مفيش حاجة اسمها انبوبة واحدة تمنع حمل دخداع مفيش حاجة اسمها الأشعة البالسبغة بتسلك الأنابيب دا خداع الأشعة البالسبغة صورة تصويرية المنزار لا يجرى لاستكشاف الأنابيب فهي تستكشف بالأشعة البالسبغة المنزار له دور لوجود التساقات في الحوض التهابات في الحوض بطانة مهاجرة لعلاج تكييوس المباعد اللي موجود أي علاج لتكييوس المباعد دون فقد الوزن هو والعدم سواء مفيش حاجة اسمها التبوي дело بتاعك كويس وانا واخدـى منشطات ويبص على التبويض اللي تبوضها كويس هي اللي تبوضها كويس لحلها لوحدها بدون أخذ منشطات كل هذه الخداعات المنتشرة والتي تؤدي إلى أن الناس تتوهم الله أنا ما بأحمل شيء وأنا أعمل لعمل لأ لأن في مشاكل طبية واضحة لم يتم علاجها جيدا معنا اتصلت لفوني آخر فضل السلام عليكم وعليكم السلام حالتك يا دكتور أنا عندي 34 سنة لنتجوزة من 19 سنة حضرتك أنا كل أهوة جوزة بيستافر كل ما بيجي عادي بأحمل عادي فهي دلوقتي مشكلة إن الدورة بتنزلش خالص غير لما أخذ لها حاجة يعني مثل أخذ إي حاجة تنزل الدورة حتى الدورة بتنزل فمع إني بقى بتعب من الحؤن أو بتعب من لا استني قبل الحؤن هو حضرتك بتروحي لدكاترة فبيدوك علاجي لنزلها صح؟ طيب فاندم قبل العلاج استني واحدة يا دكتور أنا عندي إيه؟ التشخيص إيه؟ المرض إيه؟ إنت بتعالجني من إيه؟ هي ما بتنزلش إليه؟ ولو سمحت ما تتحكش عليا وتقول لي ده عادي وما تتحكش عليا وتقول لي ده حالة نفسية هو فعلا قال لي حالة نفسية وإحنا قلنا اللي حيقول لي حضرتك ده إيه بقى إيه؟ نعم قلنا اللي يقول لي حضرتك كده ده حيبقى إيه؟ بيتحك عليك ما فيش حاجة أسمعك؟ ما فيش حاجة أسمعك؟ ولو حضرتك عندك بنت عمرها 12-14 سنة وديت لها العلاج ده حتنزل عليها في نهايته دم وبالتالي هي ليست دورة وهي ليست منتظمة وهذا ليس علاج هذا إنزال للدورة أما عشان كده بسأل حضرتك التشخيص إيه؟ أما العلاج فيجب أن يكون مبني على تشخيص وحضرتك ايه؟ بتقولي كلام اللي هو كان تقولي أنا بحمل لما جوزي ينزل آه ده كان قبل ما يبقى عند حضرتك هذا الخلل الذي سيؤدي إلى ضعف أو انعدام التبويض ويؤدي بالتالي إلى صعوبة حدوث حمل طيب حضرتك يا دكسر أنا باخد أدوية يعني حمل حضرتك ممكن ده يكون بيمنع لدورة أدوية كتيرة يعني سرعة ترصيب وحمة رمتزمية ورومتايد ورومتزم طيب حضرتك أنا حسألك سؤال كده وانتي حتلاقي الإجابة عليه مش حضرتك بقالك شهور وسنين بتاخدي الأدوية دي؟ آه وكانت الدورة بتنزل ولا ما بتنزلش؟ لأ مساعدة هوية الموضوع قولت لخبط طيب الأدوية دي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بعدم نزول الدورة اللي سبب عدم نزول الدورة هو اختلال حصل في جسم حضرتك في الفترة الأخيرة ويجب لما حضرتك اللي تكتب لحضرتك ده ما كانش يستدعي طبيب كان ممكن تروحي لحد واقف بيوزع أدوية في صيدلية معاه دبلوم تجارة فكان حيديك قولت ده بياخدوه بينزل دورة فاللي اتعمل لحضرتك ده ما فوقش كانت فايدة في أن أنا رحت عيادة طبيب عيادة الطبيب فايدتها التشخيص حضرتك هما يعني بيتوني إليك بس إنه بسعب مني التشخيص أنا بتعالج من إيه؟ الدورة ما بتنزلش لإيه؟ وما تتحكش علي أو تقولي ده طبيعي وما تتحكش علي وتقولي دي حالة نفسية طبعا لإن الوصول لتشخيص يجب عمل تحاليل وده ما تعملش لحضرتك ومش هيتعمل وإذا رحت قلت لهم كده حيتطلب من حضرتك تحليلين هرمون الغدى وهرمون اللبن اللي ما لهمش علاقة وكل السيدات اللي في مناطق معانا من مصر بلاش نقول بس عشان الدكاترة هناك بتزعلت ومتقولي أنا بسمع الدكتور بيقولي عمل تحاليل وده طب ماشي خد يعملي التحاليل دي فالإسم هي يعيني تفتكر إنها بتعمل تحاليل والتحاليل دي مفيدة ويبقى تحت إيدها تحاليل طلعة في الحدود الطبيعية فتفتكر إن أنا طبيعية بيتطلب منها التحليلين اللي ما لهمش دلالة في قصة خلل الهرمونات عشان يبقى العناد عشان أنا مش حطلب إنها تعمل تحاليل عشان مش حطلب نمرة 2 عشان ما يبقاش في إيدها ورقة تبين الخلل والمشكلة إلا أنا مصر إن أنا أخفيها وخبيها واخدعها وما أقولهاش فاطلب منها تحاليل اللي هم الغدى وهرمون اللبن اللي ما لهمش علاقة مباشرة فيطلعوا طبيعيين علاقة ها ستة أهوب التحاليل في إيدك واللي يسألك هو جميلة قالص والتحاليل حلوة ونتائيك كويسة وانت طبيعية كل هذا خداع معنا تصال ترفوني آخر مالو أيوة أيوة إيمان مع حضرتك يا دكري ده يشرفني شفضلي أنا عندي 32 سنة أيوة وأخل مرة كنت معي فسلة بقى عندها 7 سنين معي فسلتين يعني أيوة طرحت إتشافت الدولة مش منتظمة بقى لي دي 4 سنين كده الأول كسب مصبوطة وبرضو قالولك قالولك إيه دي حالة نفسية ولا قالولك إيه بقى لا كشفت قالولي عندك نسبة تكييسات من درجة بسيطة طب يا فندم ثانية واحدة حضرتك عندك تكييس مبايد شيل كلمة نسبة وشيل كلمة درجة بسيطة هو قال لي كده أيوة يا فندم أنا عارف إنه قال لي كده دي أطبطبة أطبطبة يعني إيه يعني بدل ما تقول له واحد إنت ما بتشوفش تقول له على فكرة إنت بس نظرك ضعيف شوية طبعا؟ ثانية واحدة ثانية واحدة تكييس المبايد اللي بيأخر دورة ويمنح حمل منع تام عدة سنوات هو تكييس مبايد من درجة شديدة هو تكييس مبايد من درجة إيه؟ شديدة طيب حضرتك بقى نقول تاني بعد إذنك ثانية واحدة حنقول جملة وبعدين نسيبك تكملي حضرتك قولي تاني الدكتور قال لي وشيل كلمة نسبة وشيل كلمة درجة بسيطة ماشي الدكتور قال لي إيه؟ رحت الدكتورة ثانية كشفت وعملت لي تحليل هرموني اللبن والغضة الدرقية لقيت الغضة الدرقية عالية قوي 45 و 5 من 10 حضرتك سمعتيني قبل ما انت تتصلي قلت لما هيجي يطلب من حد تحاليل حيتطلب منهم ايه حيتطلب من الغضة الدرقية وهرموني اللبن ليه لان ما الهمش علاقة مباشرة ليه عشان انا نويت ان انا اخدع الست ليه لان الزبون القدامي الستات بيحبوا اللي يضحك عليهم ويقولهم انتو طبيعيين فانا عشان ما حدش يلوم علي ولا هي وتقول لي انتو ما طلبتش مني تحاليل اطلب تحاليل اللي ملهاش علاقة مباشرة حضرتك الحمد لله بعد الشر طلع فيه مشكلة في الغضة الدرقية بس مش دي اللي مؤخرت دورة وزا هي قالت لحضرتك كده ده مش مظبوط تمام ومش دي التحاليل اللي تكشف المشكلة اه يا دكتور له هي قالت لي اه هي من الغضة ودهت نعلاج لها خفيت عليه يعني نزلت لواحد وقالت لي تمشي عليه على طول مدى الحياة كل يوم برسم عارفية والدورة ده دليل ان الغضة ايه ما هياش السبب قبل ما حضرتك تقولي قلتلك اه دي يجب علاجها بس هي هتقولك انه هي السبب ومش هي السبب والسبب في تحاليل ما اطلبتش وليه ما اطلبتش اسأليهم هم بيحبوا يخدعوكوا ليه ما قالت ليش يا دكتور كل اللي قالتوا قالت لي انت عندي جميله استكايصات بسيطة طبعا يا فانديم تاني 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 مش هنفوت الكلمة دي مفيش حاجة اسمها نسبة ومفيش حاجة اسمها بسيطة قولي كده انا عندي ايه عندي تكييوسات والتكييوسات اللي اتأخر الدورة ولأسابيع واللي تمنع الحمل لسنين دي تكييوسات من درجة ايه شديدة شديدة وتكييوس المضايد خلل هرموني يعني ايه خلل هرموني يعني فيه خلل في هرمونات اللي ما اطلبتش من حضرتك اللي هما الـ FSH والـ LH لكن وارد ان يصاحبه مجموعة من الاختلالات الهرمونية الاخرى زي هرمون اللبن وهرمون الغدة الدرقية ودي من الهرمونات اللي بتطلب بس المشكلة مش في دول وعلاج دول هام لكنه لن يحسن الدور زي حالة حضرتك طيب يا فانديم خسي ده شيء هايل وحتمي وزيادة حضرتك في الوزن هي اللي اظهرت تكييوس المبايد وزودته زي المدام اللي قبل حضرتك كده اللي بيقولولها بقالك 4 سنين الدورة مش منتظمة بسبب حالتك النفسية طبعا ده خداع حصل خلل في جسمها زيادة الوزن هي التي تظهر تكييوس المبايد في المريضات المرشحات لتكييوس المبايد وفقد الوزن شيء أساسي وحتمي لكنه وحده كافي في التعامل مع التكييوسات اللي من درجة بسيطة احنا قلنا التكييوسات اللي عنده حضرتك من درجة ايه؟ من درجة شديدة والدليل ايه؟ انها منعت الحمل لسنوات وانها بتأخر الدورة لأسابيع وشهور واللي بيحدد درجة التكييوس هو ايه؟ تحليل الهرمونات وتحليل الهرمونات دي ايه؟ تلات هرمونات ما اتطلبوش من حضرتك اتطلب اتنين تانين يضافوا في لسلة التحليل بس مش هم دول ليه اتطلب دول؟ عشان يبقى في ايد حضرتك ورقة الاسم ان انا عملت تحليل لما حد يقول لي ازاي بيقولولك انك عندك تكييوس من غير تحليل؟ لا انا عملت لانك ما انتش فاهم اعملت ايه؟ لكن التحليل اللي حضرتك عملتيه اللي ظريفة ولطيفة ومهمة لكن هي ليست طريقة تشخيص المرض ولا تحديد نسبته ولا درجته وبالتالي حضرتك محتاجة تروحي لمن؟ لمتخصص يقول الحقيقة يقول ايه؟ الحقيقة وكلام علمي وكلام هو الحق وليس طبطبة وكلامه يبقى مبني على ارقام ودليل وتحليل تمام؟ واختلال الغدة شيء هام ووارد ويجب علاجه وعلاجها شيء يسرع من الحرق في جسم حضرتك ويساعدك على فقد الوزن وهو شيء اساسي وحتني فقد الوزن في علاج مريضات تكييوس المبايد لكنه ليس الوسيلة الوحيدة وليست هي السبب في اختلال الدورة وتكييوس المبايد مرض مزمن المدام اللي اتصدت اول مرة تقولي كان عندي تكييوسات وتكييوس المبايد لا يشفى ولا ينتهي العمر كله وتكييوس المبايد درجات تحدده تحليل التحليل دي لم تطلب من حضرتك وتكييوس المبايد اللي يمنع الحمل لمدة تزيد عن السنتين ويؤخر الدورة لفترات تفوق الـ 45 يوم هو في الاغلب تكييوس المبايد من درجات شديدة وتكييوس المبايد مجموعة من الاختلالات الهرمونية يصاحب اختلالات هرمونية اخرى وعلاج تكييوس المبايد عن طريق ايهام السيدة بان ده مشكلة في حالتك النفسية واننا اخد لبوس او دواء او اقراص فيها هرمون البروجستيرون لانزال دورة اصطناعية كل شهر وليس علاجا على الاطلاق ولا يحتاج لطبيب فممكن اي حد وقف في صيدلية ويعرف اي خبرة دوائية يكتبه لكن دور الطبيب ان يقوم بتشخيص والتشخيص يحتاج الى تحليل والتحليل يقيم الدليل والدليل عند من ينوي ان يقول الحقيقة شرط ان يكون متخصصا معنا اتصل تليفوني اخر السلام عليكم الدكتور وعليكم السلام يا فن انا اسمها سن 21 سنة من جوال بالية سنة 2 و6 شهور كويس جدا دلوقت انا يذكر حضرة تكت الدورة ومش انتظم معي اول جواز يعني اخرت اول مرة 6 ايام عملت اختبار ولا راح بن حمل وبعدان راح محصلش نصيب يعني لا يعني محصلش نصيب يعني تاني يوم الاختبار نزل دم بعدها بتلات ايام بتلات ايام ما كنتش عملت اختبار حمل في الدم لا والبس طيب هو فندم يعني ده مش اكيد انه حمل حتى لو الاختبار كان موجب الاختبار الحمل هدراتكو المفروض تظهر نتيجته بعد دقيقة انتو لما بتظهرش النتيجة بعد دقيقة بتسيبوه كده 15 دقائق وتقوله الله ده ظهر اهو خط بس خط ضعيف بس ظهر بعد 5 دقائق و10 دقائق ده مش اختبار حمل وده مش حمل والناس اللي عندهم تكيس مبايت زي حضرتك اللي الدورة عندهم بتأخر عندهم خلل في هرمون وارتفاع في هرمون الهرمون ده قريب الشبه جدا من هرمون الحمل لا يا دكتور اول جهاز انا وبيت ما كنتش تتأخر بعد جهاز بعد ما عملت اختبار والدورة نزلت وكده لعدت شهرين من طلق بقى معي خال ايوة فندم انا بقول بقى ان الحدث اللي حصل واتأخرت وعملت الاختبار ونزلت بعد ودورة زي ما انتو قلت كده بعدها بعدة ايام ده مش يقين انه كان حمل تمام ماشي يا دكتور وبعدها رح تتبعت عن الدكتور رح جل عند الكيس مية على المو بيض بعدها اعطاني علاج وكده وبعدها جل اديك ترشام الغده يضبط الهرمون معاك وبعدها هرمون ايه هرمون ايه هو تحليل الغده فيه مشكلة انا ما عملت الفعادها تحليل هو خالص 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 ما عملتش اي تحليل لكن كتب لكي علاج للغده عمياني اه وبعدها رح تتبعت عن الدكتور ثاني رح جل لأ عندك اسمية والحمد لله نزل له كده وبعدها رح جل عملت تحليل هرمون بتاع اللبن جل نسبته عالي اعطاني برشام هرمون اللبن والحمد لله مفيش تاني وبعدها رح جل استمرت معها تنشا اعطاني في المنشط ايوة والدورة كان اخبارها ايه بقى في الاول كانت تتأخر خمس ايام ست ايام وبعدها كانت بتنزل تاني والوقت ايه بالوقت لأ منتظم فات ما عملت اشاعب الصبغة وقال لي جل شعب الصبغة كويفة خالص وبعدها بتلات شهور جل اللي عمل طب تحليل الجز تحليل الجز كويفة خالص ما عندهش اي حاية وبعدها يعني حضرتك عادت تترددي على عيادات الاطباء تسع شهور اخدت فيهم علاجات وتعامل تحليل هرمون اللبن وهرمون الغدة اللي هم مش اساسيين وتعامل اشاعة بالصبغة وبعدين اتطلب تحليل الزج يا دكتور دانالية يمكن ستن الوقت نسأل مجلسة بشرف المنشطات المشبهة الحامل كل شهر يقول لي لا الطابوت بتاعك الطابوت هايل انت حتيجي لي حامل الشهر الجاي انت بس اسيبيها على ربنا وما تفكريش انت بطالي تفكري عشان تحملي ده الطابوت بتاعك ده بتاع اللي هتحمل في توقم ده توقم ان شاء الله مش ده الكلام اللي بيتقلك وعملت منظار بطني رحمي للي ان فيه انسداد في الانبوبة هي المزدودة يا فندم نفس الخداع هو انت مش كنت عامل اشاعة بالصبغة وهو نفسه قال انها كويسة اه وما لي تسدف منين دي بقى طب اتنين طب انسداد الانبوبة والانبوبة التانية نفس السيناريو نفس الكلام اسمعوا كده قصدتوا بتقولوا ان انا ببقى عارف هيقولوا ايه منين وبعدا يا دكتور ده اللي حلك الوحيد ان انت بتعمل حمل مجهوري ده اللي عدم خدوص حامل من غير السبب تمام محدش قال لحضرتك ان فيه تحليل اسمه هرمون FSH والLH متعملش محدش قال لحضرتك ان ده اللي بيكشف تكايس المبايض محدش قال لحضرتك ان فيه تحليل اسمه مخزون المبيض من البوايدات محدش قال لحضرتك ان المنظر اللي حضرتك عملتيه ما لم يكن له فيديو كأنه لم يجرى وان 70-80% من اللي عندهم تأخر حمل مجهول السبب اذا حد محترم عملهم منظر سيكتشف ان عندهم مشكلة وغالبا اسمها ابطانة مهاجرة وان بعد المنظر 50% منهم بيحملوا نا يا دكتور ما فيه تبقى طيب اذا مكانش حد قال الكلام ده قديني قلته والكلام اللي انا قلته ده هو الحق واي منظر يا اهل منطقة مصر كلها ها اللي من غير فيديو اللي يقول اصل الجهاز واحدة بنشتغل وبين نسجلك عطل المنظر اللي من غير فيديو ماله كأنه لم يجرى طب دلوك يا دكتور حضرت اعمل ايه هي النهاردة اول يوم في الدورة انا قلت ليه في نفس المعادة اعمل ايه حضرتك انا اسف اللي هقوله ده حضرتك تبدأي من اول السطر ليه اللي اتعمل لحضرتك ده حلو وجميل وهائل كويس حلو وجميل وهائل بس بلا اساس بلا تشخيص مفيش تشخيص حضرتك بعد سنتين ويه من زواج واخدوا منشطات اكتر من عشر مرات و ده كتير جوي ايوا اماما ده في الاول بدأ معاك تبرشامل التوزر وبعدان تبدأ يكتب له حضر من غالية جدا وكنت بجيبها برضو ومحصلش برضو حمل ايه يا فاندم حضرتك برضو متوهمة نفس الجملة اللي بتقولها كلكم بيكتبوا لي منشطات ومفيش حمل المنشطات مش دورها انك تحملي المنشطات دورها وتبقى عملت دورها ان يكون حصل طبويد كن بقى انا حصل طبويد وما حصلش حمل انا تناقش الاسباب ايه لكن حضرتك بلا تشخيص حتى هذه اللحظة انا ما عرفش عندي ايه تمام؟ قالولي الاشاعة البستبغى الانبيب ممتازة عملت منظار قالولي الانبيب بسدودة طب هي وسلكناها طب زكاة مسدودة ازاي ظهرت في الاشاعة البستبغى كويسة طب زكاة مسدودة وسلكتوها طب انا ما بحملش ليه طب ايه سدها؟ عايز اجابات على الاسئلة دي؟ طب فين الفيديو بتاع العملية؟ فين اللي يثبت الكلام ده؟ تمام؟ فين التحليل بتاع مخزون المبيض من البوايدات؟ تمام؟ قرار انك تبعت واحدة عمرها حاجة وعشرين سنة ومتجوزة بقالها سنتين تمام؟ انا اسف يعني عيالة صغيرة يعني وتقول لها لا ملكيش حل غير الحقن المجهري قرار قد يكون مطلوبا في بعض الاحيان بس يجب ان يستند الى حقاق يجب ان يستند الى اسانيد يجب ان يستند الى تشخيص حضرتك بلا تشخيص حتى هذه اللحظة ممكن يبقى عندك تأخر حمل موجود السبب وارد ده موجود في 10% من الحالات لكن 90% فيه سبب لكن اللي عضرتك عملتيه يبنى عليه انه يكتشف السبب لو كان فيه سبب الاجابة لأ تمام؟ مفيش كلام واضح علمي كلام اللي بيتقال لحضرتكو كلام خداع الكلام الخداع عشان اقول اهو كل واحدة هتلاقى نفس الكلام الدورة بتتأخر من حالتك النفسية الدورة بتتأخر عشان انت بتفكر فيها الدورة بتتأخر ده عادي وطبيعي وروح يعملي تحليل الهرموناية هو هرمون اللبن وهرمون الغدة مش هيتطلب حاجة غيرهم قلت انا ده وحتلاقوا الاتصالات كلها بتسمى على الكلام ده ليل ان انا عارف الخداع اللي بيتم ايه الاشعة اللي بالسبب هي الوسيعة المثلة لبيان الانبيب كويسة ولا فما فيش اشعة بالسبب الانبيب سلكة وقعدين عملنا منزار لا دي كات مزدودة وانا اللي سلكتها في المنزار ما يعقلش مفيش منزار اللي مبني على انا هعمل منزار عشان كذا مفيش منزار بدون فيديو لإثبات ما فيه مفيش منشطات بتتاخد اكتر من ست شهور مش لانها تضر لانها فايدتها هتبقى ست شهور ازا عدنا ست شهور وما حصلش لازم الانتقال لخطوة اخرى مفيش حاجة اسمها الطبويد بتاعي طبيعي وهايل وممتاز وما حصلش وما توصفش وانا واخد منشطات المفروض ان الطبويد يبقى طبيعي لوحده اما الطبويد اللي بهم نشطات زي ما انا لابس نظارة فشايف بالنظارة لكن ده مش معناه ان انا طبيعي انا واخد انا مريض بمرض ما واخد مساعدة طبية لاقترب من الناس الطبيعيين ولكن ليس معناه ان انا طبيعي دي هي الخدعات حضراتكو شايفين خمس ست اتصالات كلهم بيحكوا نفس القصص وكلهم بيحكوا عن اختلال الدورة لان مرض تكايز المضايد من اكثر امراض الهرمونية انتشارا في العالم ومنطقتنا العربية من اكثر المناطق وبلدنا من اعلى نسب الاصابة في العالم وما فيش حاجة اسمها كان عندي تكايزات وراحت وانتهت وخفت وخلصت وتشالت كلام ده كله وهم حاولنا ان نقول لحضراتكو الحقائق من خلال اتصالات حضراتكم لاننا دايما سنظل على العهد والوعد نقول الحقيقة والكلام العلمي كل السيدات وكل الانسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا ارجو نكون بالبشرة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله اجيلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشت خير